اعربت عائلة الفضالة عن استنكارها الشديد ورفضها التام لما بثه الاعلام القطري من افتراءات واكاذيب عن مملكة البحرين والذي يعكس افلاس النظام القطري ويضرب بعرض الحائط بمبادئ حسن الجوار التي دعا اليها الدين الحنيف واكدتها المواثيق والمعاهدات الدولية واكدت العائلة في بيان لها ان هذه المحاولات البائسة لن تزيد شعب مملكة البحرين الا عزما واصرارا على المضي قدما بمسيرة الخير والنماء التي يحمل لواءها جلالة الملك المفدى ايده الله مجددا التأكيد على الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مواجهة هذه التدخلات وعبرت عائلة الفضالة في بيانها عن اعتزازها وفخرها بمملكة البحرين ووحدة قيادتها وشعبها ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من اجراءات لوقف هذه التدخلات السافرة ودعوة كل اطياف المجتمع للوقوف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتسجيل موقف وطني واحد وواضح يعبره بكل قوة عن الرفض الحاسم والاستنكار الشديد لتلك التدخلات والإساءات المتكررة